أعود لحضراتكم ومشاهدين الأعزاء وأقول لقاءتنا النهاردة عن الهواء في برنامج الحصاد والخصصنا الحديث عن حديقة الحيوان حديقة الحيوان يعني بتستقطب عدد كبير جدا من الزائرين يمكن أكتر من نص مليون زائر بيزور هذه الحديقة اللي بيبلغ عددها سبعة طبعا الحديقة الأكثر شهرة هي حديقة الحيوان بالجيزة واللي بتشهد أعمال تطوير كبيرة جدا بتقوم بها دولة في هذه الحديقة سواء على مستوى المتحف الحيواني أو على مستوى حديقة الطفل ومستوى دورات المياه الحدائق الموجودة هناك وغيرها من الجهات حتى تكون جديرة بالزائرين ومن أجل ذلك تم رفع قمة التذكرة قليلا حتى نستطيع إنجاز بعض أعمال التطوير خلينا نعرف أكتر عن حدائق الحيوان وعن مشروعات التطوير بيها وإلى أي مدى وصلت هذه المشروعات ومعنا داخل الستوديو لحديث عن هذا الموضوع دكتور عصام البطاوي مدير عام حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لهيئة العامة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أهلا بحضرك معنا دكتور عصام أهلا بك يا فامي سمحنا قبل ما نبدأ حديث معاك أسرة البرنامج أعادت تقرير حول موضوع حدائق الحيوان وتطويره نشوف التقرير ونرجع لإبدأ حوارنا فورا مع دكتور عصام البطاوي في عام 1891 تم تأسيس أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط في عهد الخديوي إسماعيل وهي حديقة الحيوان التابعة لمحافظة الجيزة وكانت تسمى جوهرة التاج لحديق الحيوان في إفريقيا واستمرت الحديقة في التطور عبر العقود حتى وصلت إلى الصورة التي نراها الآن احنا على مدار السنتين الثلاثة اللي فاتوا احنا عملنا حاجات تأمينية كتير جدا للجنينة يمكن محدش يلحظها من سلم هايدروليك عشان الأشجار لعربيات مطافي اللي جبنا شركة أمن عملنا اللي جانا عشان نعلي الصور شوية كل دي حماية للمكان والزوار هو في نفس الوقت احنا بنعمل حاجة جميلة جدا هو صرحي كبير جدا صرحي تعليمي تثقيفي اللي هو المتحف الحيواني بالمجموعة الحيوانية الكبيرة المحنطة اللي موجودة فيه اللي بتصل لها أكتر من ألفين محنط بين زائر الأسد وجمال العصافير وحركات الكرود المضحكة تقضي الأسر المصرية وقتا ممتعا وخاصة الأطفال حديقة دلوقت بقى فيها نظافة يعني الأول بكتير حسيت أنا يعني متعود يعني كل كم شهر كده بجيب ابني وكده وات بفرجه أنا خدت أجازة النهاردة مخصوص عشان أجي أفرج الأولاد على الحيوانات وعلى كلهم أنا جينا النهاردة الأولاد يتفرجوا عليه أول مرة أن يجي كده وات أنا بقالي فترة بس لحظة يعني ملاحظة أنه فيه تطورات أكتر كويسة وكويسة للأطفال بحيس أنها بتنمي عقلية الطفل يقدر يتعرف على على الحيوانات اللي هي موجودة بتحب تفرج على إيه في الحديقة الأسود الأسود وإيه تاني والنمور وإيه تاني والفيل بعض الزائرين يرون أن هناك بعض السلبيات التي لابد من معالجتها كالاهتمام بالنظافة ورعاية صحة الحيوانات بالحديقة حديقة الحيوانة التابعة لمحافظة الجيزة تعتبر متنزها للعديد من الأسر المصرية فلابد من رعايتها والاهتمام بها لكي تنال رضى الزائرين عودة لحضراتكم مرة أخرى على الهواء مباشرة وحدثنا عن تطوير حدائق الحيوان التقرير كان بين مؤيد لأعمال التطوير الموجودة في الحديقة وبوثنا عليها والبعض الآخر شايف أن الحالة بردو لسه مازالت يعني مش جيدة أو يطمع في المزيد حنقف على الحالة الحقيقية داخل الحديقة مع الدكتور عصام البطوي مدير عام حديقة الحيوان بالجيزة برحب الحديقة مجيزة فندم أهلا بحب ذلك وكلمنا مبدئيا كده عام يعني خطة الوزارة لتطوير حديقة الحيوان كان فيه خطة موضوعة لتطوير الحديقة هل بدأت بالفعل وأهم محاورها إيه؟ المحاور بالنسبة لتطوير حديقة الحيوان كانت بتنحصر في أربع محاور أساسية هي التحسين الخدمات بالنسبة للحيوان الموجود النبات البيئة والزائر دولة الأربع أهداف دولة على التوازي مع بعض بالنسبة للزوار اهتمنا بالنسبة لدورات المياه ونظفتها وصيانتها الدورية زيادة تعداد سلات المهملات عشان نقلل من عملية نسرع من عملية النظافة بالنسبة للحديقة ولكن بتقابلنا بعض السلبيات اللي موجودة في سلوكيات بعض الهمور اللي هو يعني بيستسل ان هو يرمي المخلفات بتاعته على الأرض فيهم من حل المشكلة دي بسيط فيه أكياس كيس واحد بس بيجمع فيه القمامة بتاعته أو مخلفات اللي موجودة وبيحطها في أقرب سلة مهملات اللي احنا نشرينها وزودنا عددها ونشرناها في الحديقة كلها بالنسبة للحيوانات والتغذية بتاعتها برضو رفعنا يعني فيه نظام بالنسبة للتغذية بتاعتها طبقاً للمعايير الدولية والنصوص بالنسبة للتغذية الحيوانات المختلفة ده بيتم برضو بعمل منقصات للشركات أو بتتقدم الشركات دي وبيتم اختيار الأفضل فيهم بالنسبة للمطبط المواصفات بعد كده بيتم استلام التوردات ديت عن طريق لجنة اللجنة ديت بتاخد عينات وبتسحبها وبتروح للمعامل للتحليل ما بتنزلش الحيوانات ألا بعد الإيجابية بالنسبة لإنها أغذية مطابقة للمواصفات وذاتة كفاءة عالية بالنسبة للحيوانات الحفاظ عليها بالنسبة للحيوانات والمبايد بتاعتها طورنا فيها فيه بعض المبايد كانت أو أماكن العرض بتاعتها ديئة وسعناها حسنا من إلى حد ما بالنسبة للبنية التحتية طبعا عايزة تحسين الحقيقة لأن طبعا تاريخ الإنشاء من 1891 البنية التحتية محتاجة من تنانس كتير لكن احنا يعني المسألة بطيقة شوية لكن قطعنا فيها شط برضو كويس المياة اللي دخلة للجنينة كانت ضعيفة زودنا ضخ المياه بالنسبة للحديقة للعناية بالمسطحات النباتية اللي منتشرة كانت في الحديقة يعني أن جيلة ابتدت تجف في أماكن كانت كتيرة الحمد لله دقينا ثلاث مواتير جداد ترمباط ابتدت توزع وتجدد المياه داخل الحديقة ابتدت أماكن كتيرة ومسطحات تخضر بشكل جميل منها الجزء الكبير اللي هو ناحية كشك الموسيقى في مسطحات نباتية ابتدت تخضر بشكل جميل جدا برضو جبنا السلم الهايدروليكي ده علشان يساعدنا في تقليم الأشجار زي ما عرف حضرتك أن حديقة حيوان الجيزة هي حديقة حيوانية ونباتية فيها عبارة عن هي في أساسها هي كانت عبارة عن غابة من الأشجار من مختلف دول العالم هي برضو صروة لابد من الاهتمام بيها التقليم ده حاجة أساسية مفروضة يعني أن احنا نتابعها كان بعقنا ما كانش فيه قال السلم الخشبي زمان لكن الحمد لله بفضل دكتور أسامة سليم الحقيقة والوزارة والإدارة الوعية إنها فعلا وفرت السلم الهايدروليكي ده بحيث أنها تسرع من عملية التقليم الأشجار وتقلل الخسار بالنسبة لسقوطها وفقدانها يعني برضو حضرتك فيه كو اوبريشن أو تعاون مع هيئة بحوث النباتات لعلاج بعض ورعاية الأشجار ديت من أي فطريات أو أي أمراض قد تصيبها للحفاظ عليها كسر وقومي خليني أتكلم يا فندم عن يعني النقاط اللي ذكرت في التقرير بعض الزقالين لسه بيشتكوا حراك قلت إن فيه اعتناء بدورات المياه وغيره لكن بعض الزقالين لسه بيشتكوا من مستوى دورات المياه ومن إن الحيوانات نفسها متهلكة وإنها ما فيش حيوانات معروضة كتير هل الحيوانات مش كلها بتعرض فترة واحدة هل أعمار الحيوانات يعني كبرت ومحتاجة اللي احنا نجدد المعروض منها يعني العروض حراك على النقطة دي هو الحقيقة يعني بالنسبة لأعداد الحيوانات الحقيقة يعني يعني كتير من الناس يعني إحنا يعني في وقت الزيارة ما إحنا بنبقى عادين في مكاتب إحنا في وسط الزوار ومتابعين الأمور كلها بيجي ممكن زائر يقول والله إيه دم الجنة ما فيهش ظرفة في حين اللي موجود فيها ظرفتين بس هو اللي ما رحش المكان علشان كده إحنا عملنا خريطة خريطة بيت فيها معالم الجنينة وأماكنها كلها بالحيوانات اللي موجودة وفي أماكن عرضها بحيث إن هو بيتبقى مع الزائر ودي بأجر رمزي بتمن تكلفتها يعني جني واحد بيبتدي بيسترشد بيها على الأماكن اللي موجودة في الجنينة كلها فأنا فعلا هو بالفعل يعني ماقولها مش مش صحيحة قوي لأن ممكن الزائر نفسه هو ما بيكونش راحش ما شافش طالما إن ما شافش مثلا الزرافة فبيعتبر نفسه إن الجنينة فضية ما شافش الفيل بيعتبر إن الجنينة فضية في حين إن فيها فيلين في منطقة التسلية وفي الموجود في الفيل الأفريقي موجود جوه في المبيض بتاعه يعني فهي المشكلة هي إن الزائر ممكن ما بيكونش حصل على النجم بتاعه أو الحيوان المحبب ليه اللي هو جاي الجنينة عشان يزوره ويشوفه ده بيتم بالإرشاد لو سأل أي حارس لو سأل لو كان معاه هو الخريطة ديت اللي إحنا حاولنا نيسر بيها على الجمهور وكتير من جمهورنا الحقيقة بيستعملها يعني لكن فيما يتعلق بأقفاص هل في أقفاص خوية هل في أقفاص فيها مستردنا يكون فيها حيوانات مش موجودة فيها لا هي إحنا يعني فيه حاجة اسمها الإنريتشمنت بالنسبة للأقفاص لأماكن عرض الحيوانات ومبيت الحيوانات بنحط فيه مثلا بالنسبة لبعض المكاكات والناسانيس مثلا فيه سندي جوه الأماكن العرض الأقفاص ديت يعني هو له مطلق الحرية يعني الحيوان زي ما هو يعني إحنا سيبن له الإرادة هو عايز يعني حد يشوفه بيظهر للجمهور عايز يعني يرتاح يعني ليه خصوصيته برضه يعني مش دايما يعني فيه ممكن يكون فيه استجابة لكن إحنا بنرأي دايما المزاج العام بالنسبة لجمهورنا ودول أهلنا والترفيه عليهم ده أمر واجب علينا وإساعدهم أن هم يجوا يلاقوا الجنينة طبعا بشكلها الجميل والحيوانات طبعا في عروضها الممتازة ولكن بنطلق برضه الحرية على الجانب الآخر بالنسبة للحيوانات أنها بتظهر بتستخدى يعني ليهم أسلبهم يعني في التعامل إحنا لما بنزور الحديقة بنلاقي أماكن أسرية لأن حرج بتكلمني عن حديقة يعني في 1800 وشوية تبنت وبالتالي فيها أماكن أسرية هذه الأماكن كانت ممنوعة على الزائرين إنهم كمان يزوروها كيفية العناية بهذه الأماكن الأسرية يعني فيه سلالم فيه رخام ممنوع معين وهل هيئة الأسار ممكن تتعاون معاكم في ترميم هذه الأجزاء والحفاظ عليها إحنا الحقيقة فيه تعاون مستمر ودائم بيننا وبين هيئة الأسار منها يعني الأماكن الأسرية طبعا كتيرا جبلية الألعى وجبلية الشمعدان والكبر المعلق والبحيرات البط كل الأماكن دي الحقيقة هي طبعا الحديقة تتميز بطرقها المنحنية ما هيش طرق مستقيمة يعني تقريبا شبه في دوائر أو منحنيات وده بيدي راحة بالنسبة للزائر ومتعة بتتميز بعض المشايات فيها بالزلط الرسم بالزلط والنقوش الزلط اللي هو جاي كان مصرد من قاع البحر وبيتعمل بيه الرسومات جميلة على الأرض بيتم برضو التنسيق مع هيئة الأسرار للترميم بعض المشايات دي برضو الجباليات منها مثل الجبالية فيها أحجار الخرفيش وبرضو مرصعة ببعض المرجانيات اللي موجودة زي جبلات الألعى فيها المكان اللي فيها برضو الملك كان بيحضر وبيعمل اجتماعات بعض الاجتماعات اللي موجودة في الحديقة وفي نفس الوقت برضو فيها تقوية للصوت بشكل طبيعي فيها إير كونديشن بشكل طبيعي مش أجهزة لمجرد فيه فرق درجات حرارة بين داخل الجبلية الألعى وخارج الجبلية تقريبا في حدود عشر درجات مئوية فيه تعاون مستمر بيننا وبين هيئة الأثار بالنسبة لرعاية هذه الأماكن الأثارية لكن لا يوجد أن الزائل يدخلها حفظا على لا يا فندم الجبلية الألعى مفتوحة للزوار بيخشوها باستمرار وبيستمتعوا فعلا بزيارتها والتعرف عليها يمكن جبلية الشميدان إحنا لسه بنحاول نرفع من البنية التحتية بتاعتها بحيث أنها تستقبل زوارنا يعني وإن شاء الله تكون جاهزة قريب بإذن الله طيب حركة الانتالية عن بحيرة البطو في عدد من البحيرات في الحديقة لكن للأسف هي بحيرات ركدة المياه فيها مش كويسة هل في إمكانية لضخم مزيد من المياه في هذه البحيرات وإن عاشها بحيث أنها تكون شكلها أحلى ومتكتد بالزائر بالفعل يا فندم أحنا بالفعل دقينا التلات رمباط دولة الحقيقة يعني بقى لهم نقدر نقول شهر شغالين الحمد لله المياه بتدت تتجدد في المجاري المائية بعد ما كانت كادت تجف برضو سهل عملية أن احنا نملى البحيرات دي بسرعة وهي البحيرات بالنسبة بيتم عملية النظافة فيها لأنه لازم بتتغسل من العمال فبتتجفف تقريبا كل ثلاثة أيام يعني بتتمليه وبتتجفف عشان تبقى فيه نظافة مستمرة للحفاظ على الطيور المائية اللي موجودة طيب يعني فيه أماكن ممكن تدرع الحديقة بعض الموارد المائية زي حديقة الشاي أو غيرها من الأماكن اللي ممكن تكون مؤجرة لكافتريات شروط إقامة كافتريات وهل ده ممكن يكون دخل اقتصادي جيد لحديقة الإنفاق عليها وتطوير الخدمات فيها هو طبعا ما فيه الشك طبعا اللي هي جزيرة الشاي والدي طبعا ديها يعني تاريخ كبير هي طبعا هي مؤجرة يعني ولكن هي بتعتمد على المؤجر وطريقة إدارته بشكل يتناسب مع التطور اللي احنا عايشين ومحتاجة طبعا لتطوير بارتفاع بمستوى يتقبل على مستويات مختلفة بالنسبة للناس يعني فهو النقطة دي فجوة شوية لكن هي العائد بتاعها بيخش على طول على الوزارة المالية طبعا للبلد وده كويس كقيمة إيجارية طيب يعني دلوقتي احنا عندنا لكن ما فيه الشك ان هو عندما بتتحسن طبعا أكيد بتحسن بتزود عدد الزوار اللي هو بينعكس على دخول الجنينة كل حديقة بقى فيها متاحف لهياكل بعض الحيوانات أو غيره هل حديقة الحيوان دلوقتي بتشهد تطوير في هذا المجال اللي يكون فيه متاحف حيواني فيها وشكله ايه الحمد لله والحقيقة يعني الحديقة 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 الحيوان بالجيزة بتتمتع بوجود ان شاء الله يفتتح قريبا وده بجهود يعني يعتبر يكاد يكون مجهود الحديقة كله موجه فعلا نقدر نقول 75% من المجهود متوجه ناحية المتحف للإصراع في عملية افتتاحه بيحتوي على في حدود 2500 محنطة من السديات والزواحف والطيور منها يكاد يكون بيعرض حديقة حيوان كاملة محنطة محنطات من سنة 1800 ومحنطات ممكن زي الحوت الفرعوني تمساح الفرعوني يعني من الاف السنين محنط وبيتم عرضه الحقيقة لها هيبقى يعتبر المتحف تم تأسيسه فيه خلال يمكن التلات سنين اللي فاتوا دولة بزل فيه مجهود جامد بفضل برضو الوزارة والهيئة العمال لخدمات البطارية وإدارة الحديقة الدكتورة فاطمة تمام بزل مجهود يعني كان ده الاختيار الوحيد بالنسبة لها اللي هو المحافظة على السروة القومية بالنسبة لمتحف الحيوان بتاعها دائقة حيوان الجيزة لمصر كلها مش عايزة أقول يعني أنه هو يقرب لدار الأثار كمرجعية لأنه يعتبر لمرجعية عالمية من المقتنيات اللي موجودة فيه حيوانات انقردت ليه أثر تعليمي هيبقى هيساعد بالنسبة للدارسين من كلية العلوم وكلية الطب بطري لمعرفة التطور لمعرفة التشريح لمعرفة بعض الطيور والحيوانات اللي انقردت بالنسبة للبيئة المصرية دي مفتوح حاليا زي إينا إحنا في الدور الأخير بالنسبة للفرش لأن دي أهم نقطة وأصعب نقطة اللي هي الإخراج علشان في النهاية بتدي جملة مفيدة للزائر يستقرق دون يعني مساعدة أحد كتاب مفتوح داخل على المتحف عبرها عن ثلاث أدوار كتاب مفتوح بالنسبة له بيستقرق فيه بياخد منه المعلومة بيستزيد من الثقافة وبينمي فكره بالنسبة للحياة البرية طبعا يعني خلال قد إن شاء الله تقريبا يتم مفتوح هذا المتحف عشان الناس تروح تزوره وتسعب يعني أنا مش قادر بصراحة يعني لكن هو في القريب العاجل إن شاء الله إن شاء الله يكون شهر يعني إحنا فعلا في الأدوار النهائية بالنسبة للهي لكن هو أتم أعمال ترميم للهياة الموجودة كلها جاهزة للعرض وبس طريقة العرض هي اللي نقص أيها فاني وده بالتعاون برضو بالنسبة لي يعني لو تتخيل حضرتك المجهود اللي تبزل في المحافظة على هذه المحنطات من سنة 1800 وألاف السنين وده بالتعاون مع هيئة الأسار لإدارة صيانة المحنطات كانوا أيمين معنا من طول الفترة السنين اللي فاتت ديت مع إدارة الحديقة للمحافظة على هذه المحنطات هل في تطوير المتحف الزواحف أو المزار اللي فيه يعني عدد من الزواحف لطريقة العرض برضو أو غيره إن شاء الله يعني إن شاء الله بعد المتحف إن شاء الله هنبتدي نطور المتحف بيت الزواحف يكون فيه العرض بشكل أفضل يعني فيه حديقة طفلة داخل حديقة الحيوان بتعملها على تطوير دي الحقيقة نشأت مؤخرا يعني من شم السيم اللي فات وده علشان نحاول كاهتمام بالنسبة للزائر وخاصة للأطفال لرفع المستوى والثقافي بتاعهم وإنه هما ما يخافوش من الحيوانات يقدروا يعملوا لها هندلينك مش لكل الحيوانات البرية لكن بعضها اللي هي سهل الاقتراب منها والتعرف عليها يعني خروف مثلا المعز بعض المعز بعض الكلاب الصويرة البابيس بعض الدجاج الوادي بعض الأوز بعض النعام لا يا فندم الطووس الحيوانات الوصيفة الحيوانات الأليفة أو لتصلح التربية المنزلية بنشوفوها بنلعبوا معها بيكون فيه احتكاك مباشر بينهم بحيث البوني البوني الحصان الصغير برضو معموله حلقة بحيث أنه يقرب منه ويتعرف عليه بالإضافة لوجود بعض التمثيل ودي بنحاول يعني نضاهي البينتينج زو بالنسبة خارجيا بعض التمثيل زي الزرافة والفيل اللي هو ممكن يتصور جنبيهم ممكن يركب عليهم أحيانا ممكن يتصور ياخد صور طبيعي ناس كثيرة جدا بتقول حديقة الحيوان بشكلها الحالي بوضعها في المدينة ما ننقلها أحسن بينما ناس تانية تقول دي حاجة أثرية وعظيمة ولا يمكن استغناء عنها بشكلها الفكتوري القديم حريك كلمنا برضو عن شكلها الأثري وعن يعني يوجد نظركم هل من المستحسن أن يكون لها فرع مثلا في خارج القاهرة ولا وضعها الحالي ده مع التطوير على أد الممكن ده الأفضل هو الحقيقة يعني 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 مشكلة جمدة في تواجد حديقة الحيوان على وضعها الحالي يعني 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 الحيوانات تعيشة بشكل طبيعي وده اللي بيترجمه اللي هو نجاح حديقة حيوان الجيزة في إكسار الحيوانات اللي موجودة بالنسبة 70% لـ 80% من الحيوانات اللي موجودة الأطباء والاستفل الموجود نجحوا في إكسارها وزي ما احنا عارفين أن الحيوان بالنسبة فيه إذا قلنا في مسألة الأسر بيبقى غير قادر على التكاثر ما عندوش رغبة في التكاثر ومع ذلك فيه نجاح بالنسبة 70% لـ 80% فأصبح يعني الفكرة هنا مختلفة خالص فيه حرية بالنسبة للحيوانات اللي موجودة عيشة عيشة طبيعية ما فيش مانع إن ينشأ حدائق أخرى خارج المدن في شكل سفاري مثلا مفتوح دا ما فيش مانعي لكن كشكلها تقليدي دا ما معاتش عائق يعني أو فيه أي يعني ليه سايد إفكتي على الحيوان خالص لأنه النجحين في إكساره يعني هنا بقى دايما بنلاقي يعني فيه شد وجذب بين جمعيات رفقة بالحيوان وبين المسؤولين على الحديقة وعوزين نفضل الاشتباك دا ما حضرتك دلوقتي ليه دايما هم بيهاجموا الحديقة بيهاجموا أسلوب يعني اللي اعتناء بالحيوانات أو بيقولون شيء غير لائق إنه هو يكونوا دايما مقصورين وإحنا عوزين إنه يكون فيه حدائق مفتوحة لكن دي مش مناسبة فبلاش يكون فيه حديقة حيوان بهذا الشكل رأيك إيه؟ يعني إزاي بترد على يعني جمعيات رفقة بالحيوانات؟ هو يعني الرأي رأيهم طبعا يحترم ويعني أنا بعتبرهم طبعا يعني يعني مسألة حب الحيوانات دا دا يعني حاجة جميلة جدا وإن الواحد بيحاول يطلق حريتها دي برضو حاجة جميلة جدا بس في نفس الوقت يعني إذا قلنا إحنا بيحاولها في الطبيعة من خلال تواجدها في الوضع دا بتعالج أمور كتيرة بتعلم أسر كيفية يعني فيه ولادات مثلا جديدة بيشوف الأسرة في زيارتها للحديقة بتشوف الأمور دي عن قرب بتشوف عيشتها إزاي طريقة رعايتها للأطفال كل دا بينقل ثقافة للجمهور بشكل جميل وجود الحديقة في المكان دا مقرب يعني نخلي مأثر المسافات يعني المواصلات بسيطة جدا ما هيش مكلفة لجمهور شعب مصر كله حتى لو اللي بيجي من الأقاليم حتى اللي موجود جواه قاهرة في أي مكان بيقدر يوصل بسهولة فهو دا اللي مخلي طبعا فيه ضغط على حديقة الجيزة وفي نفس الوقت يعني سار التذكرة ما هواش مكلف خالص على النقيد بالنسبة للسفاري يعني مثلا في السفاري هتبقى تذكر عالية جدا محتاجة مستوى معين للدخول ما فيه شك أن الهدف الأساسي بالنسبة لحديقة الجيزة هو كان رفع مستوى الثقافي بالنسبة للجمهور كان الخديوي اسماعين يعني النقلة اللي عملها ديت بالنسبة لإنشاء حديقة الجيزة هو أنه لقى ارتقاء الشعوب بارتقاءها في تعاملها مع الحيوانات فابتدى ينقل الثقافة ديت من بره لنا هنا وعندنا حديقة موجودة اللي هي في إنجلترا موجودة ما قفلوهاش ما استغنوش عنها ما زالوا محتفظين بيها ما زالوا محتفظين بالشكل بتاعها وفيه أنا عايز أضيف بس جزء مهم قوي أن حديقة الجيزة على وضعها ده ما فيش يعني يعتبر مسألة نجاح الإكسار ده بترجم أنه ما فيش يعني تعزم نفسي بالنسبة للحيوانات إطلاقا ده بل بالعكس لو ما فيش زوار يمكن الحيوانات ممكن بتقيه مزاجها العامة بيبقاش مبسوط أوه إحنا بنحاول نعوض تصطف إحنا أخذها على الطبيعة الجديدة للعيشة إحنا بنحاول نعوض الكلام ده بالمرور اليومي في عدم وجود الزوار بملاحظة الحيوان بالكلام معه بنندهو بالأسماء المشهورة بالنسبة لهم بحيث أنه يبقى فيه مدعبة لي النقطة التانية حضرتك لو تيجي تلاحظ كده في منطقة الجيزة حديقة الجيزة تحديدا وتلاقي الطيور المهاجرة اللي هي بتعبر كأن الحيوانات اللي موجودة في حديقة الجيزة تناجي الطيور المهاجرة وتقول لهم تعالوا تفضله هنا وفعلاً فيه طيور كتير من الطيور المهاجرة ده المكان المحبب بالنسبة لها لأنها يكاد يكون أنها محمية طبيعية وبتنزل وبتقعد وبتعيش ممكن بعض الدجاجيات ممكن بتبيض وتفس وترجع تطير تاني في الموسم اللي بعده ده شيء جميع جدا وممكن يكون كلام مقنع خاصة فيما يتعلق بالدخل لأن فعلاً زيناناها المصريين الأغنية بس هم الحضارة زروها وليس المصري الفقراء وهم كثروا لكن ليه خرجنا من الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان من سنة 2004 وده له علاقة بإيه؟ هل بمستوى النظافة؟ هل بمستوى شكل الحديقة والعناية بالحيوان؟ وهل في أمل نحن نعود إليه؟ وهل وجودنا داخل الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان ده له فايدة له مغزة ولا هو مش مهم بالنسبة لها؟ لا هو طبعاً يعني الالتحاق بالوازة أو الالتحاق بالاتحاد الدولي لحدائق الحيوان ده مهم جداً لأن دوت بيبقى فيه تواصل بيسهل حاجات كتيرة عملية تبادل الحيوانات بيسهل حل المشاكل كتيرة بيسهل عملية التدريب المستمر بالنسبة للإصطاف الموجود دورات تدريبية على مختلف المستويات إذا كان عمال كلفين أطباء فده بيرفع المستوى فما ينفعش أن نحن نترك اللحاق بالوازة أبداً يمكن السبب الرئيسي هو طبعاً فيه اشتراك بالنسبة للوازة بيتم دفعه سنوياً يمكن حصل فيه فترة من الفترات تأخير أو عدم دفع الاشتراك السنوي دوات النقطة التانية أنه هو برضو حضرتك أولويات أولويات إدارة فيه إدارة وعية متخصصة بالنسبة للحيوان وإدارة حضائق الحيوان وفيه إدارة ممكن أنها يعني ما بتحطش يعني لو دكتور محتاج مثلاً دواء معين أو محتاج مثلاً تغذية معينة وطالبها لو الإدارة اللي هي الجهة اللي بتوجه أو بتنفذ يعني أهملت الطلبات أو الاحتياجات دي ما خلاص كده أصبح فيه هتبقى مشكلة مركبة هيبقى فيه إهمال هيبقى فيه تراكمات لحاجات تانية هيبقى فيه أمراض لو نقص عنصر غزائي لذلك إحنا ماشيين في التغذية مثلاً طبقاً للمنصوصات الدولية لجميع الحيوانات كل حيوان بياخد فعلاً احتياجاته الغزائية اليومية بشكل يعني قياسي بالنسبة للمعايير الدولية لو فيه عنصر نقص حاجة نقصت أكيد أكيد هتسبب بعد كده على كوميولاتيف إفكت يعني تأثر تراكمي معاه بالنسبة لظهور بعض الأمراض هيبقى اللي هو هينعكس في شكله هيبقى قدام الزائر مش حلو الزائر مش هيبقى مبسوط هيجي هيقول هتقل عدد الزيارات وتنعكس بشكل منحدر جداً بالنسبة للحديقة هيبقى فيه إهمال اللي بيها اللي هي الواسة جت وجم وعملوا في الفترة الأديمة ديت اللي كان فيها عدم اهتمام من الإدارة بالنسبة للحديقة فلاقوا فيها سلبيات كتيرة فطبعاً ابتدوا يعملوا المراجعة ديت وحطوا ملحوظات كتيرة موجودة في دوكومنت موجود في الإدارة الحقيقة من التاريخ ده من التاريخ دوت وبعد ما اتغيرت الإدارة وشالت على كاهلة هذا المراسل الصعب وابتدت فعلاً ترفع نقدر نقول 65 لـ 70% من الملحوظات بتاعة الوازة أطعنا فيها شط كبير جداً يعني مش أنا مش أطعنا لا هم أطعوا لأننا الحقيقة جديد عليهم بقلي بالضبط سنة ونص إيه أبرز الخطوات اللي اتغيرت علشان نرجع نلتحق بيهم تاني طبعاً اللي هي المعايير الدولية بالنسبة لتخزية الحيوانات نظم الجودة بالنسبة للتخزية بالنسبة للعلاج والرعاية الطبية برضو بالنسبة اللي هي المحاور الأربعة اللي هي الاهتمام بخدمة الحيوان الاهتمام بخدمة النبات الاهتمام بخدمة البيئة اللي موجودة وطبعاً خدمة الزائر هم اللي أربع محاور دولة اللي احنا أكدنا عليهم وإن شاء الله يكون فيه أخبار كمان جميلة جداً قريب بالنسبة للمحاور الأربعة دولة إن شاء الله أنا عايزة أشكركم فيما أتعلق بقاب المطافي المفروض أنها كان موضوع بديهي بس ما كانش حاصل حصل ومرع كارثة في حديقة الحيوانات فعلاً فعلاً يا فاند الحمد لله وطبعاً يعني تفضل الدكتور سامة سليم الحقيقة لما حصلت يعني حرائق كده متتبعة ففعلاً الموضوع بقى ملح لتواجد صيارتين من المطافي ودولة موجودين وجهزين وبالاستطف بتاعهم موجود في الحديقة على أهبة الاستعداد لمقاومة أي كوارث ممكن تحصل الحقيقة دي تساعدتنا كتير في أن إحنا الأسباب بتبقى يعني سلبيات بسيطة يعني أنا بنتهز الفرصة وبناسر تزورنا وأهلنا ودول أهلنا نحن يتأكد بس إن هو طفى الكابريت كويس طفى الصيجارته كويس على أساس إن هو مي طبعاً منعين يعني فيه تفتيش على الأبواب بالنسبة لمنع دخول أي مواقد الحاجات دي كلها مخالفة وبنحكيزها جنب الباب وبياخد رقم دي برضو حاجات لخدمة الزائر بياخد رقم بياخد الأمانة بتاعته هو خارج دون أي مقابل دون أي مقابل خالص أنا بشكر حضائق ذات دكتور عصام بتمنى إن شاء الله أن حضائق الحيوان تفضل مفتوحة ومنوارة ومليئة بالحيوانات السعيدة وبزوار السعاداء بزيارة الحديقة شكراً دكتور عصام البطوي مدير عام حديقة الحديقة بالجيزة التابعة لهيئة العامة لخدمات البطارية بوزارة الزراعة شكراً جزيلاً حضرتك